اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة السيد الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومصار التنمية الذي تنتهجه الدولة وقد رحب السيد الرئيس من جانبه بالأشقاء ضيوف مصر مؤكدا المسئولية الكبيرة الواقع على عطق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار فضلا عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي وقد أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بالطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته مشددا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات وهو ما أثنى عليه السادة الحضور مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة حيث تم استعراض التحديات الراهنة التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث نوها السادة رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضياته العادلة معاربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة وحماية المنطقة من توسع الصراع مشددا على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع مؤكدا استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعيدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية